اشتركوا في القناة والله انا حقيقة يعني بحي مجالس الادارة لان هو اكيد في مبدأ المنافسة موجود اكيد داري ومبدأ في نفس الوقت كل ادارة وكل مجلس ادارة عايز افضل شيء بالنسبة لفريقه انما ده ابدا لا يمنع ابدا ان يكون في علاقة طيبة وعلاقات محترمة يعني وبنشوفها كتير جدا مع الاندية في الاندية الاوروبية يعني فهي النقطة كلها يعني فاكر متذكر معرفش مش فاكر ماتش ماتشات شامبزليج اعتقد ان كان فيه اعتقد يعني لو يعني المهم المثل ان اعتقد دي وقت كان جماهير الانتر بيلعبه مع اعتقد مع او جماهير ريان مدري بتلعب مع ليفر بول وبعدكها حصل مشكلة وكان الادارة ليفر بول يعني حلت الموضوع حلت مشاكل يعني كانت حصل مشكلة في جماهير ريان مدريد في ليفر بول وبعدين الماتش العودة شغلوا الاغاني بتاعت ليفر بول وقتها في الاستاذ بتاع بالنبي اعتقد يعني لو المهم يعني في الاصدف ايه فالاصدف ايه انك انت فيه علاقات طيبة وفيه تنافسية وفيه كذا اعتقد اعتقد شامبزليج ما بين ليفر بول ورا مادريد فليه لا يعني ليه لا يعني فيه تنافسية قوية جدا بس في نفس الوقت فيه علاقات طيبة يعني فانا الحقيقة بقشيت جدا جدا بالخطوة دي من من مجلس الاتة الزمالك والاهل يعني ممكن تأثر على ايه بعد كده كابتن من خلال مثلا امور شائكة ما بين الناديين يعني مثلا فيه مثلا امر مثلا ما بين الناديين كهرباء هل ممكن دي امور تتحل بقاعدة في جلسة زي كده فكرة الاتفاق على اسعار اللعيبة والتنافسية ما بين اللعيبة الناديك هنا ولا يعني لا لا وانا هنضخل وممكن لا الاهلي ياخد لعيب الزمالك والزمالك ياخد لعيم الاهلي بس هي النقطة كلها ان احنا لنحترم قوانين الفيفا لان هو ما ينفعشي ان انا انا اتكلم مع اللاعب اثناء مدة عقده او اللي ما ابلغ النادي اللي ما اقول للنادي ولو اتعرف الكلام ده ولو اتشاف الكلام ده النادي بيعاقب فهي النقطة كلها ان احنا نحترم القانون بس مش اكتر ما كده إنما فكرة بقى إن إحنا نتفق إن إحنا نقلل العود اللعيبة وإن إحنا نعمل سقف اللعيبة ده مش فكورة لا مش فكورة ما هما يعني خليبينيك هما دول أكتر نادين بيدفع فلوس لا بالعكس في أندية بتدفع فلوس كتير يعني دلوقتي في مصر بس دلوقتي بقى في أندية كتير بيدفع فلوس يعني بس النادين الكبار دول لو أخدوا الخطوة كابتن أعتقد الكل هيمشي وراه هو أصلاً أصلاً يعني بس يا كابتن أنا قبل ما أتكلم على الكلام ده خلينا نروح بقى الأكتر أن أنت تنفذ القانون بتاع الفير بلاي أنت إرادتك إيه فأنت بناء على إرادتك هتصرف ولازم تبين قدام ما فيه شفافية في الإرادات كابتن حد الكورة قالك عول السنة كل نادي يديني الميزانية بتاعته ولا حد يدله حاجة لا ما هو ما يلعبش لا يا كابتن ما هو في الآخر في الآخر لو القانون بينفذ أن كل نادي يكون معروف إراداته إيه حتى لو كانت إرادات مستقبلية إراداته إيه حتى لو كانت إراداته جاية من الأعضويات ما هو خد بالك أنا بعتبر الأندية الاجتماعية دي اللي هي الأهل والزمالك هو مشروع تجاري للنادي فبناء على إيه أنك إنت عندك دخل من النادي ده صحيح فأنت تقول ميزانيتك السنوية المستقبلية بناء على إيه تصرف على فرقة الكورة بتاعتك صحيح فهو ده الربط الوحيد أهو ده السأل أهو مش هيحصل أنا بقولك مش انتحاد الكورة جي في الأول حط شوية لوائح أن أحد الأمور المفروض تسلم لانتحاد الكورة هي منزانيات الأندية طبعا ومنزانيات شركات الكورة طبعا 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 ما حصلش ليه بقى ما أنا بسألك لا لا ما حصلش ليه هي النقطة كلها أنا ما حصلش ليه يعني في الآخر نتكلف نقطة لأن برا في أندية تنزل درجة تانية طبعا نتيجة أنهم خسائرهم أكثر من مكاسبهم وبعدين أهم حاجة في نقطتين مهمين أن الأندية تقدم المزانيات بتاعتها وما تتعاقدش مع لعيبة أكثر من المزانيات بتاعتها دي أول حاجة الحاجة التانية تعاقد الأندية لأن زي ما بيحصل مثلا مع الزمالك دلوقتي المشاكل المادية بتاعت الزمالك هي اللي بيتحملها المجلس الحالي مع أن هي من مجال السابقة فكل مجلس يتعاقد مع لاعب وهو ما عندوش الحقوق المادية ما عندوش الفلوس هو يتحمل المشكلة يعني زي بالزبط فكرة الفكرة القانونية بتاعتها لا لا يتحملها جنائيا وقانونيا سعادية تقريبا كده كده لازم اه سعادية كده وبعدين هو دلوقتي مثلا المدير التنفيذي بالنسبة لأي نادي من الأندية اللي هو مسؤول عن أن هو يوقع على الشيكات طيب هو لو وقع على شيك بدون رصيد في البنك حتى لو كان يخص النادي وهو روح عاد في بيتهم بيتجاب معايا وبيتحاسب عشان هو هو اللي وقع على الشيك ده فعشان كده هتلاقي اي مدير مالي او اي مدير التنفيذي ما بيوقعش على الشيكات مين اللي وقع على شيك في التورية؟ ما عرفش مين اللي وقع على شيك في التورية؟ بس محلوة خلاص يعني